موسيقى موسيقى طابت أوقاتكم بكل الخير مشاهدينا وأهلا بكم إلى أسبوع الصحافة أبدأها بالعناوين العربي الجديد اللندنية الحراك الشعبي العراقي يدخل شهره التاسع والاحتجاجات باقية العرب اللندنية واشنطن ترفض حوارا مع العراق يقتصر على الجانب الأمني وفي تقرير للقدس العربي تنقله من نيويورك تايمز توتر في البيت الأبيض حول طريقة التعامل مع تداعيات مقتل فلويد وترامب يواصل هجماته من المقالات معضلات العملية السياسية لأثير ناظم في المدى العراقية ويكتب سركيس أبو زيد في المراقب العراقي أمن الخليج في الصراع الإقليمي الدولي كل ذلك وأكثر بعد فاصل قصير قالت صحيفة العربي الجديد اللندنية إن الحراك الشعبي العراقي يدخل شهره التاسع والاحتجاجات باقية وبدأ العمل بنظام المناوبة بين المحتجين مع إبقاء سيطرتهم على مناطق تجمعاتهم ومنع قوات الأمن من السيطرة عليها وفي هذا الإطار عادت لجان التنسيق وقيادات التظاهرات لعقد نقاءات دورية بهدف الاتفاق على استمرار حركة الاحتجاج وعدم إيقافها وعبد الناشطون اعتقادهم بعدم وجود بوادر أمل بإصلاح حقيقي ولا يعتبرون حتى حكومة الكاظمي نقطة تحول لمرحلة الإصلاح في العراق أكدت صحيفة أخبار الخليج البحرينية أن حكومة الكاظمي اكتشفت حقائق مروعة عن قتل واختطاف المتظاهرين حيث أفادت مصادر في لجان التنسيقيات الشعبية في بغداد أن اللجنة المختصة بمتابعة اختطاف وقتل المتظاهرين صدمت بحقائق مروعة عن عمليات الاغتيال والاختطاف التي نفذتها جماعات مسلحة ضد النشطاء في بغداد والمحافظات وتقول المصادر لأخبار الخليج إن فصائل مسلحة كانت قد نشرت فرق اغتيالات في بغداد والمحافظات للتخلص من النشطاء الذين يقودون التظاهرات ضد أحزاب السلطة وعتبعيتها لإيران وبيّنت أن اللجنة قد أيقنت أن القبض على قتلة المتظاهرين يرتبط بنزع أسلحة الميليشيات وهذا أمر يصعب تحقيقه في ظل التغلغل الإيراني في العراق وسيطرة الفصائل المرتبطة بإيران على القرار السياسي العراقي وأكدت المصادر أن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي كان متواطئا في قتل المتظاهرين أو التزم الصمت إزاء جرائم القتل والترويق قالت صحيفة العرب اللندنية إن واشنطن ترفض حوارا مع العراق يقتصر على الجانب الأمني ويؤكد المراقبون أن الولايات المتحدة غير مستعدة لحوار من هذا القبيل تكون نتائجه بمثابة هدية مجانية لإيران وللعراق يمتلك من الأوراق والإمكانيات لفرض حوار على واشنطن معاكس لمصالحها وأهدافها وما تزال الحكومتان العراقية والأمريكية ترويجان بشكل غائم لعقد الحوار الاستراتيجي بينهما لتحديد مستقبل العلاقة بين البلدين ويقول السفير الأمريكي في العراق ماثيو تولر إن الحوار الاستراتيجي المقرر إجراؤه بين بلاده والعراق منتصف شهر حزيران الجاري لن يقتصر على التعاون الأمني بين الطرفين لكنه سيشمل مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية أوضحت صحيفة البيان الإماراتية أن البرلمان العراقية قد يكون على طريق الدور النهائي وتنقل البيان عن الكتب الصحفي محمد صباح قوله إن البرلمان الحالية يدرك جيدا أنه في مرحلة إنهاء صلاحياته لذلك تحاول الكتل المهيمنة عرقلة إنجاز قانون الانتخابات الجديد كما تحاول البحث عن موقع قدم لضمان امتيازاتها ومصالحها بينما يقول المحلل السياسي غيث العبيدي للبيان إن أمام حكومة الكاظمية العديد من المهمات الصعبة وفي مقدمتها إعادة برمجة الاتفاقية الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة ومحاسبة مطلقين نار على المتظاهرين السلميين ومن أصدر لهم الأوامر وفي تقرير لصحيفة القدس العربي تنقله من نيويورك تايمز توتر في البيت الأبيض حول طريقة التعامل مع تداعيات مقتل فلويد وترامب يواصل هجماته وتقول النيويورك تايمز إن رئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي اختفى عن الأنظار يواصل هجماته عبر تويتر على المحتجين في معظم أنحاء الولايات المتحدة بعد مقتل رجل أسود على يد الشرطة ووصلت الاحتجاجات إلى البيت الأبيض لدرجة دعت المسؤولين إلى نقل ترامب وعائلته إلى ملجأ تحت الأرض وتضيف الصحيفة الأمريكية إن جوا من الخلاف يسود بين مسؤولي حملته الانتخابية لتقديم خطاب متلفز لمواجهة الأمة الأمريكية القلقة وأن المزاج في داخل البيت الأبيض متوتر حيث تجمع مئات من المتظاهرين أمام بواباته وهتفوا ضد الرئيس ورموا الحجارة والعبوات الفارقة أما الآن فأنقلكم بشاهدنا إلى الكاركاتير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في زاوية مقالات الصحف يكتب أثير ناظم في المدى العراقية معضلات العملية السياسية يقول الكاتب الأموال الكبيرة التي في جعبة قيادات وشخصيات حزبية لم تستردها الدولة العراقية ولن تستردها وبالتالي فإن الإجراءات المتبعة اليوم تعزز كل الأراء التي تتحدث عن أن معضلات كبيرة تواجه العملية السياسية منذ ولادتها ولغاية اليوم وهي عدم قدرة الحكومات على مجابهة القرارات الخاطئة التي تم اتخاذها في توزيع ثروات الدولة بين الأحزاب ويرى الكاتب أن العراق مقبل على أزمات حادة قد تشل المؤسسات والقطاعات على اعتبار أن المواطن هو المستهدف من كل تلك الإجراءات ويكتب سركيس أبو زيد في المراقب العراقي أمن الخليج في الصراع الإقليمي الدولي يقول الكاتب الربط بين أمن الخليج وحاجة المجتمع الدولي إلى النفط حول منطقة الخليج إلى مسرح لأي توتر أو حرب مقبلة ودفع القوى الدولية المتنافسة إلى تدخل المستمر في المنطقة ما خلق حالة من عدم الاستقرار الإقليمي ويضيف الكاتب كان الفشل من نصيب جميع المحاولات التي قامت بها إيران للوصول إلى بناء مفهوم مشترك حول الأمن الإقليمي أخيرا يتساءل عبدالله الاعتابي في الشرق الأوسط ترامب وتويتر الدولة أم مواقع التواصل يقول الاعتابي معركة ترامب مع تويتر هي معركة آنية وبغض النظر عن نتيجتها فهي لن تلغي الجدل القائم من قبل ومن بعد فالصراع بين الدولة ومواقع التواصل مستمر ولن ينتهي قريبا وهو صراع له أبعاد متشعبة وحلوله تختلف بحسب كثير من المعطيات المتباينة مشاهدنا سيكون معنا في حوار أسبوع الصحافة عبر الهاتف الدكتور زياد الشخامبة أستاذ الإعلام بجامعة البتراء يسعدنا تفضلكم بالبقاء معنا أهلا بكم مجددا مشاهدنا إلى حوار أسبوع الصحافة أرحب عبر الهاتف بالدكتور زياد الشخامبة أستاذ الإعلام بجامعة البتراء مرحبا بك دكتور زياد معنا أهلا وسهلا زميل حسان يا مرحب أهلا بك نبدأ دكتور من صحيفة العربي الجديد اللندنية عنوان الحراك الشعبي العراقي يدخل شهره التاسع والاحتجاجات باقية وبدأ الناشطون العمل بنظام مناوبة بين المحتجين مع إبقاء سيطرتهم على مناطق تجمعاتهم ومنع قوات الأمن من السيطرة عليها كيف تنظر إلى إصرار وعزيمة المتظاهرين السلميين المطالبين بحقوقهم المشروع سيد العزيز نحن نشاهد أن هناك شكل مناوبة ما بين المتظاهرين حتى يبقوا موجودين في الميدان وحتى لا يستغل موضوع الكورونا وبالتالي خلاص من هذا الحراك فنجد أن الحراك الشارع قوي ومتماسك وباقن وعمليات المناوبة اليوم في الميدان تؤكد أن هذا الحراك باقي ومستمر حتى يحقق مطالبه نعم أيضا دكتور تنقل صحيفة العربية الجديد في استطلاعها مع الناشطين اعتقادهم بعدم وجود بوادر أمل بإصلاح حقيقي ولا يعتبرون حتى حكومة الكاظمي نقطة تحول لمرحلة الإصلاح العام بالعراق برأيك لماذا دب اليأس لدى جموع المتظاهرين والمحتجين دب اليأس لأنه بعد تسع أشهر أنا أذكر باليوم الأول من هذه الاحتجاجات كنت ضيفا في الاستيديو وفي قناتكم المعترمة وإلى اليوم نحن أيضا نتحدث في ذات الأمر لم يكن هناك تنفيذ لمطالب حراك الشارع الشارع وبالتالي هذا شيء يصدد اليأس عند مختلف جموع الشعب العراقي بعد هذه التظاهرات والاحتجاجات التي اليوم نحن في الشهر التاسع منها ولا يوجد أي حلود ولا يوجد أي إصلاحات وبالتالي هذا أمر يؤدي إلى اليأس لكن أعتقد أنه أيضا يؤدي إلى أن يبقى الشارع والاحتجاج متماسك ومستمر طيب دكتور ننتقل إلى صحيفة أخبار الخليج البحرينية التي تؤكد أن حكومة الكاظمي اكتشفت حقائق مروعة عن قتل واختطاف المتظاهرين وأيقنت هذه الحكومة أن القبض على قتلة المتظاهرين يرتبط بنزع أسلحة الميليشيات وهذا بالتأكيد أمر يصعب تحقيقه في ظل التغلغل الإيراني في العراق وسيطرته على القرار السياسي العراقي إذن كيف ستتعامل حكومة الكاظمي مع تلك المعطيات؟ زميل أحساد هلأ تبين من التحقيقات أن هناك ميليشيات مسلحة هي وراء من نفذ هذه الاغتيالات وبالتالي هذه الميليشيات المسلحة لها مصالح وهي راح تكون الحكومة اليوم في هذه التحقيقات راح تكون بمقابل هذه الميليشيات وبالتالي لا تستطيع أن تحاكم هؤلاء الناس فأعتقد أنه راح يتم طي الملف أو كونه أنه صار في تدخل من المتحدة بهذا الموضوع وطلب تحقيقات وبالتالي هم راح يتم علاج الموضوع من خلال الزج ببعض الأفراد إلى السجن أو إلى التحقيق لطي الملف بشكل كاد ولن تستطيع الحكومة حسب هذه الميليشيات التي تقف وراء عمليات الاقتيال ننتقل دكتور إلى زاوية مقالات الصحف مقال لأثير نظم في المدى العراقية عنوانه معضلات العملية السياسية الكاتب يرى أن العراق مقبل على أزمات حادة قد تشل المؤسسات والقطاعات على اعتبار أن المواطن العراقي هو المستهدف من كل تلك الإجراءات ما المتوقع مستقبلاً والعراق يعيش أزمات ومعضلات العملية السياسية منذ الاحتلال في عام 2003 ولغاية اليوم سيد العزيز العملية السياسية في العراق هي عملية شائكة جداً عندما نتحدث عن إصلاح العملية السياسية في العراق نحن نتحدث في أول خطوة يجب أن تكون وإلا لم يكن هناك إصلاح فيها السياسية وإصلاح السياسية طيب نتحول دكتور إلى صحيفة العرب اللندنية التي تقول أن واشنطن ترفض حواراً مع العراق يقتصر على الجانب الأمني ويؤكد المراقبون أن الولايات المتحدة غير مستعدة لحوار من هذا القبيل تكون نتائجه بمثابة هدية مجانية لإيران كما أن العراق لا يمتلك من الأوراق والإمكانيات لفرض حواراً على واشنطن معاكس لمصالحها وأهدافها سواء في العراق أو في المنطقة برأيك هل سينعقد الحوار العراقي الأمريكي؟ وماذا سيتمخض عن هذا الحوار؟ أعتقد أن هناك خلاف بين الحكومة العراقية والأمريكية بالجوانب التي يتم تناولها في الحوار أعتقد أن الحوار ستفرضه أمريكا على الحكومة العراقية وستحاول أمريكا أن تزج بالملف السياسي في هذا الحوار وأن تضع النقاط على الحروف بما ترده أمريكا في العملية السياسية وليس فقط الأمنية أيضا في ذات الموضوع يقول السفير الأمريكي في العراق ماتيو تولر إن الحوار لن يقتصر على التعاون الأمني بين الطرفين لكنه سيشمل أيضا مختلف الجوانب السياسية والاقتصادية وحتى الثقافية إلى ماذا يؤشر ذلك برأيك؟ قيد إحسان الآن الحكومة العراقية تريد أن تتحاور مع أمريكا بموضوع الملف الأمني الأمريكان يريدون أن يتحدثوا بموضوع الجانب السياسي والاقتصاد والأمني معه الحكومة العراقية لا تريد أن تفتح الجانب السياسي مع الأمريكان لأنها لا تملك القرار النهائي في الجانب السياسي في العراق وإنما تملكه طهران لذلك هي بتوجهات أو لا أعلم لا تريد فتح هذا الملف السياسي مع الأمريكان وإنما تريد فقط فتح الجانب الأمني لكن الأمريكان أعتقد سيفرض الجانب السياسي وأعتقد أنهم سيشيروا في هذا الموضوع في الأيام القادمة نعم ننتقل دكتور إلى صحيفة البيان الإماراتية التي ترى أن البرلمان العراقي قد يكون على طريق الدور النهائي هل تعتقد أن البرلمان العراقي في مرحلة انتهاء صلاحياته؟ أخفق البرلمان العراقي أخيرا أنه يكون فيه هناك تواثق على حكومة وبالتالي إجت الحكومة الكاظمي وهي حكومة اضطرارية أو ليسد فجوة سياسية وبالتالي قبل بها البرلمان إذن البرلمان لم يأتي بحكومة البرلمان لم يؤدي إلى دور فاعل خلال فترة الاحتجاجات من 19 إلى اليوم وبالتالي اليوم البرلمان العراقي أيضا يعطل إقرار قانون انتخاب فأعتقد أن البرلمان العراقي لن يؤدي إلى في الأيام القادمة لن يكون له دور قوي في العراق وبالتالي أعتقد حل البرلمان والزج بقانون انتخاب وفرضه على البرلمان ليقاري يكون أفضل وحل البرلمان نعم دكتور ضمن زاوية بقالات الصحف أيضا يكتب سركيس أبو زيد في المراقب العراقي أمن الخليج في الصراع الإقليمي الدولي يقول الكاتب الربط بين أمن الخليج وحاجة المجتمع الدولي إلى النفط حول منطقة الخليج إلى مسرح لأي توتر أو حرب مقبلة هل ستكون منطقة الخليج مسرحا لحرب مقبلة؟ والله سيدي أحسان أعتقد ما قبل الكورونا ممكن أن يكون ذلك حقيقة لكن أنا أختلف مع الكاتب الآن ما بعد الكورونا والجائحة أصبح الخلاف هو ما بين الصين وأمريكا لكن أن تتحارب الصين وأمريكا من خلال الخليج هذا أمر الآن مستبعد لذلك أعتقد أن الكاتب يجب عليه أن يعيد النظر الآن اليوم الصراع العالمي ما بات بين قطبين ما بين القطب الأمريكي والقطب الصيني أعتقد الخليج والآن صار في انسحابات مؤخرا للأمريكان أفكريا من منطقة الخليج لذلك أعتقد أن لن يكون هناك صراع بل مصلحة العالم كله أن يبقى الخليج آمنة لأجل النفط لأن الكل مستفيد من هذا الأمر لكن لن يكون هناك صراع في الأيام القادمة لأن الصراع تحول إلى ما بين القطبين طيب ماذا بشأن الموقف الإيراني تجاه ذلك؟ والله شوف سيدي إيران الآن باتت إيران اليوم ضعيفة وإيران اليوم تتراجع والانتداد والتأثير الإيراني اليوم يتراجع لصحوة الناس وأيضا يبدو أن أمريكا تتخذ تجراءات قوية بهذا الجانب أيضا وأعتقد أن الشعوب العربية الموالية لإيران باتت تفهم الموضوع أكثر وكتشرفت أنها هي يعني العوبة أو تستخدم لغيات سياسية وعقائدية لتحقيق أهداف فأعتقد أن إيران في تراجع اليوم في مختلف المواقع اللي فيها إيران في المنطقة هناك تراجع واضح طيب دكتور هناك تصريح لرئيس البرلمان الإيراني الجديد وهو قائد سابق في الحرس الثوري الإيراني الذي صرح بالقول ستقوم إيران بدعم أوسع للميليشيات المنتشرة في المنطقة ما أبعاد هذا التصريح برأيك مناورة ولا أعتقد بصحتها اليوم في تراجع مالي إيراني في دعم هذه الميليشيات فهناك تراجع مالي وبالتالي هذا التصريح لغيات البقاء في مصدر في مكان قوة لكن أعتقد أن التضييق على هذه الميليشيات اليوم في كل الدول واضح من كل دول العالم وباتت إيران دولة الكل يتحدث عنها في العالم من هذه الناحية بدعم ميليشيات هنا وهناك وبات الأمر لا يرغبه أحد في كل دول العالم حتى في الصين وروسيا لا يعجبهم هذه التصرفات كثيرا وهم الحلفاء لإيراني ننتقل دكتور إلى تقرير لصحيفة القدس العربي تنقله عن نيويورك تايمز توتر في البيت الأبيض حول طريقة التعامل مع تداعيات مقتل فلويد وترامب يواصل هجماته كما أن هناك جوا من الخلاف سادة بين مسؤولي حملته الانتخابية وأيضا المزاج في داخل البيت الأبيض ما زال متوترا برأيك هل لتلك التداعيات تأثير على فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية المقبلة؟ نعم هو من ثلاث أربع أيام كتبت مقالي تحدث عن الأنصرية البيضاء ضد السود وضد المهاجرين في أمريكا وهذا بات علم أعتقد أن المهاجرين والسود في أمريكا في الانتخابات القادمة سيذهبون للتصويت مع الحزب الديمقراطي وليس مع الحزب الجمهوري وأعتقد أن المسألة الانتخابية في أمريكا اختلفت الآن كليا السود والمهاجرين في الانتخابات القادمة وما بعد القادمة سيكونوا مع الشخص الذي يحترم السود ويحترم الأعراق وأقرب إلى ذلكم الديمقراطيين فترامب اليوم يريد أصوات البيض والسود والمهاجرين سيتحولون إلى الحزب الديمقراطي وأتوقع أن الانتخابات ستكون شديدة في الأيام القادمة في ذات السياق دكتور هل ستستمر التظاهرات والاحتجاجات الأمريكية بعد مقتل فلويد أم أنها ستتراجع قريبا أعتقد أنها مستمرة لن تتوقف لماذا؟ لأن هناك انقسام شعبي كبير السود ممتدين في كل مفاصل الدولة الأمريكية وترامب الآن يتحدث بطريقة عن جهية لا يحكم الموقف وإنما يزيد الموقف ويعمل على توتير الموقف وذلك يحصول على دعم كبير معنوي من العرق الأبيض في أمريكا وهم أقوياء وهذا العرق هو من يملك المال ويملك الاقتصاد ويملك كل شيء وأعتقد هو الطرف الأقوى في أمريكا ستتراجع لكن ليس تحدث هذه المظاهرات لكن ليس في هذه الأيام ستأخذ بعض الوقت نعم أخيرا دكتور يتساءل عبدالله الاعتابي في صحيفة الشرق الأوسط ترامب وتويتر الدولة أم مواقع التواصل يقول الاعتابي في مقاله معركة ترامب مع تويتر هي معركة آنية والصراع بين الدولة ومواقع التواصل مستمر ولن ينتهي قريبا وهو صراع له أبعاد متشاعبة كما أن حلوله تختلف بحسب كثير من المعطيات المتباينة ما الأبعاد المستقبلية لصراع ترامب مع وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي؟ سيد العزيز لا يوجد رئيس أو مسؤول أو سياسي يتحارب مع وسائل الإعلام ويقف لا يوجد أحد أقوى من وسائل الإعلام وأقوى من السوشال ميديا اليوم ترامب يضع نفسه في مقابل وسائل الإعلام والسوشال ميديا وهذه الشركات الكبرى فهو الخاسر هو يؤجج الرأي العام العالم عليه هو مهما كانت سلطته لكن هذه الوسائل أقوى منه فهو الخاسر وسيبقى خاسرا في هذا المجال تأني بالرأي العام العالمي عليه الإعلام سلطة اليوم لا يوجد أقوى منه إذن في الختام أشكرك دكتور زيادة شكرا جزيلا على هذا الحوار شكرا أستاذ حسام شكرا لك مشاهدينا كان معنا عبر الهاتف الدكتور زيادة الشخامبة أستاذ الإعلام بجامعة البترى حتى ألتقيكم في حلقة مقبلة من أسبوع الصحافة لكم التحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى